اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقرة الحوارية الاولى من برنامج الاهل الليلة واللي بيشرفنا وبينورنا فيها زي كل يوم 3 وانتم تعودين معنا بالتأكيد بيكون معنا الناقض الرياضي والكاتب الصحفي على أستاذ أحمد عويس أبو حمير ازايك؟ محمد ازايك ومبروك للأهلي وجمهورنا للأهلي والصعود مبروك لجماهير مصر والصعود الأهلي والزمالك مبروك لصعود بيرامدز الحقيقة وهارد لك لجمهور المصري الحمد لله نتاج رائعة الفرق المصري السندي في دار الأبطال الكونفدرالية ونتمنى أن نشوف نهاية مصري خالص بإذن الله يا رب إن شاء الله الحالة النهاردة معاك فيها تفاصيل كتيرة وفيها محاور كتيرة ودائما سابقين بخطوة الحمد لله الحمد لله طيب أبدأ معاك الأول بفيروس كورونا لسه واصل من ساعات كده قريبة وفيه بيانات صدرت وأعلنت بالنسبة لمرحلة الجاية تعليقك عليها وشايف وضع الدوري وفكرة كده أصلا مفيش حدود جماهيري بس إنت أكيد لك وجيت نظر عايز تتكلم في هزيك وزيك حالة التخبط اللي ظهرت النهاردة بالتصريح بدري ظهر للأستاذ دكتور شريف العريان اللاجنة أولمبية أنه هنوقف النشاط لأ مش هنوقف النشاط معرف تليفون حتى أوضح وبعدين بيان لوزارة الشياب والرياضة والحياة البيان برضو لا ألهن وقف ولا ألهن يعني برضو كانش واضح فاضطر الدكتور أشرف صبح يخرج بنفسه ويبدأ يشرح البيان وكأننا بنشرح الماء بالماء يعني حاجة الحقيقة لازم وحالة للتخبط بدون سبب لأنه مفيش داعي أصلا لكل اللي بيحصل ده يعني أنت الدنيا ماشية وصيب رئاس مجلس الوزراء أنا الحقيقة شايف أن وزارة الصحة بتتعامل مع الأمر بعقلانية جدا وشايف أنه تطور رائع في التعامل مع الأزمات من وزارة الصحة وشايف أنه فكرة أنه إلا ما بتظهر حالة بنعلنها وما فيش داعي خالص للهلع اللي فيه البلد ده بدون سبب وأنا كنت شايف أن سيبوا الأمور ماشية زي ما هي ماشية لحد ما مجلس الوزراء أو وزارة الصحة تعلن إجراءات وقائية أو احترازية أنت يبدأ يمشي معاها إنما أنت بتسبق ليه يعني ليه بتحط نفسك بتحط العربية قدام الحصان ما تستنى يعني العربية كده كده ماشية فكنا استنينا شوية نمخ حالة تخبط الزارة النهاردة وبعدين بيان إن أنا هلعب بالدوري اللي من غير جمهور من غير جمهور فالحقيقة يعني برضه كان يعني قدى فرصة للناس إن هي يعني تعمل إفهات وتعلي شوية على القرار والحقيقة إن هو الأستاذ واليد اللي عطارت شرح بعد كده قال إن يا جماعة فيه متشاط تم الموافقة لها من الأمن نتلعب خمس تلاف متفرج حسب الاتفاق اللي كان بين زورة الشباب والأندية اللي سالي من النص الموسم الماضي يعني الناس ما كنتش حاسة بيهم فالناس عارفة إن المتشاط من غير جمهور يعني أعتقد نعدي لإنه لو قفنا كتير قدام اللي بيحصل ده يعني مش نلعب كرة قوة وكده بقى عندنا حاجة يعني واضحة ماتش مصر وتوجو اللي هيتلعب يوم ستة عشان أعتقد بنسبة مئة في المئة ده الأهم بقى على فكرة هيتلعب من غير جمهور خلاص أعتقد واما المنتخب الأوليمبي أعتقد إنه هيتلعب بره مصر يلعب كان الراحة دبي فالدورة تلاغت لأن دبي بفت كل الأنشطة واعتقد إنه عنده عرض من البرازيل وعرض من الارجنتين فأعتقد إنه هيلعب في بلد من البردين هيلعب في الارجنتين هيلعب في برازيل وارجنتين هيلعب ماتش فيه ماتش ودي ده الفيروس أصلى منتشر في الأمريكا الجنوبية ما اعتقدش موجود فمناكي الجنوبية لسه فاعتقد لسه برضو الامور بيتفقوا او هل برزيل وارجنتين هيجوا بعد قرارات النهار ده دي هيجوا ولا مش هيجوا الحقيقة مش واضحة ولكن هو المتخب الولمبي عنده عرض من البرزيل وارجنتين نهو يلعب هناك او هم يجوا هنا يعني ممكن هم الفريقين المنتخبين اتبعتهم وفقة رسمية اتحاد الكورة ان هم يلعبوا هنا وفي عروض ان احنا نروح نلعب هناك فالقرار هيوصل ليه لسه مش عارفين لحد دي حالة الهلعة دي انت انا انا متفق معاك ان احنا في مصر ممكن مش محتاجين نتكلم فيها اقوى بس اخد بالك في العالم كله الموضوع كبير تترجع حتى انا قلت بستعرض قبل ما تبقى معايا فكرة الاحداث الرياضية في العالم كله ومدى تأثير فيروس كورونا على الرياضة في العالم بشكل عام انا برضو مش شايف سبب يعني مرضى الالفلوانزا اللي بيموتوا بالالفلوانزا العادية اكتر بكتير من اللي ماتوا او هي موتوا طبعا الاعمار بها دي اللي يعني اكتر بكتير الناس اللي اللي بتموت في حوادث الطرق في مصر اكتر عشر اضعاف الناس اللي ماتت بعد تطوير مصر الجديدة في شارع الزورة اكتر من اللي ماتوا فيروس كورونا فالحياة يعني الموضوع احمد عوز يا جماعة قلبه جامد لا اصله في الاخر انتوا يا جماعة ده فيروس واضح والناس والنظام الصحة العالمية قالت انه ليه كذا شكل وكذا منظور وبيصيب مجموعة معينة من البشر وخطورته على مرضى الاجهزة التنفس وي 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 فالحياة هو عشان يوصل لانه يبقى فيروس قاتل ليه اسباب يعني ليه حالات كتيرة مراحل كتير مراحل كتير وحالات الالتهاب الرئيس والحاد في مصر بتموت اكتر من فيروس كورونا ويوجد فيروس كتير في مصر بموت اكتر من كورونا في الحياة انا مش مع حالة الهلعة الي احنا عايشينا في مصر الي اعلم كله عايش هل انه انا دلوقتي مع بأن بقلب كل شوية الاقي ماتش نابولي وبرشلنا من غير جمهور وبعدين ماتش شالكا وبروس ودوردمند في ديربي الرور الماتش الجمهور في بيبقى في ملعب روسيا مجبار من غير جمهور فالحقا بقى الانتر واليوفي كان حاجة يعني زي بلدية المحلة وازل سويس اه حاجة يعني الحقيقة انت عادت شفتك سمع صوت اللعيب وها بتكلم بعض سمع صوت اللعيب وها بتكلم بعض وحاجة غريب سمع صوت اللعيب وها نازل عام اللقطة كمان شهيرة انه بيسلم ومش لا حد يسلم علي طبعا الحالة الهلع مرعبة في العالم كله اعتقد انها تنتهي زيها زي الف لونزر طيور والف لونزر خنزير والحاجات دي عندنا بقى كتير يعني طيب انت قبل ما تتكلم معك كان فيه تصريح لس نازل جوارديولا بيتكلم فيه ان لا ده لازم الكرة تتلغي في العالم التصريح بيقول انه ما فيش داع نلعب كرة من غير جمهور اه يعني طالما ما فيش جمهوري بقى ان نوقف الكرة نوقف كرة اه انا عندي احساس ان هو عشان لا خالص خالص ما بيفكروا يعني ما اعتقدش انه بيفكروا كده انه دور انجليزي خلاص اسبوعين وهينهي يا لفربول وبعدين يبقى لغوا الكرة في انجلتنا فيش مشكلة الوضع يبقى صعب قوي على صلاحه وعالفرق اهنا لا لا الدور هيكمل عادي شوى من مشكلتهم انهم ما ممكن يحتفلوا بالدوري في المباراة بعد القادمة من غير جمهوري دي هتبقى قزمة كبيرة قوي تخيل يعني بعد 30 سنة ياخدوا الدوري من غير جمهور لازم تحصل حاجة اه ايا فيه احداث كده فيه فرقة لو خدت بطولات لازم بتحس ان الوضع مش انا تمنى دي دسمبر عشرين عشرين يجي علينا واحنا بخير واحنا بخير الشعر الجاي ان شاء الله بإذن الله طيب اخدك من الموضوع بتاع فيروس كورونا واتكلم على امر متعلق بالموضوع ده بس ممكن على مدى البعيد وهي فكرة الدولة اللي هتستطيعه في نهاية دورة ابطالة افريقية كاميرون ما انتقولت كاميرون خلاص انت الموضوع منتهم ما فيش كورونا بقى هناك يعني خلاص ما فيش كورونا الموضوع منتهي انت قلته من الاسبوع اللي فات والموضوع منتهي وحتى الناس بعد كده بدت تتنقل احنا قلناه وخلاص بقيت الناس بتأكد اللي احنا بقيته بس فكرة ان المغرب مقدمة على استضافة الفاينال دورة ابطال والكونفيدرالية تونس مقدمة والكاميرون مقدمة انت هنا عندك لو المغرب تغيرت اللحظة دي ما سحبتش الطلب وتونس ما سحبتش الطلب وفي حالات في المغرب وفي حالات في تونس الكاميرون من هنا لغاية شهر خمسة وتعراش الوضع يبقى ايه هل عندك معلومة ممكن يحصل تعديل الشكل يتغير بس خلناه فيه المفروض حسب بيان الكاف ان فيه اجتماع لجنة طوارق اللي فيها ستة اعضاء يوم الخميس اتناشر مارس خميس الجاي بعد بكرة قولت فحدة يبقى بالكونفرنس لانه ما فيش يعني ما فيش مكان يعني ما فيش مش هيعاضف مكتب مش هيعاضف مكتب المجموعة لجنة طوارق دي فيها فيها اتنين مهمين جدا لان ليهم المغرب ليها اربع فرق ومصر ليها ثلاث فرق مظبوط من التمن فرق اللي هلعبوا دور الابطال والكونفرالية فيه سبع فرق بيمثلهم ثلاثة بيمثلهم المهندس هنا بوريدة واربعة بيمثلهم فاوز الاقشع والاتنين موجودين في لجنة طوارق مظبوط فيه حلول كتير قوي حل الاساسي اللي هو الكاميرون والمغرب هتاخد الكونفرالية وخلاص فيه اختراح تاني لان فيه تجربة سابقة ماتش السوبر اللي كان بين الاهلي والزمالك اللي تلعب في جنوب افريقيا وماتش السوبر اللي كان بين الاهلي والنجم الساحلي اللي تلعب في اسيوبيا كان 48 متفرج حضر الماتش ده و86 متفرج حضر الماتش ده فالحقيقة كان فكرة الماتش واحد خاصة انه كان السوبر كانت فشلة تماما حتى السوبر اللي تلعب بين الرجاء والترجي في قطر والسوبر اللي تلعب بين زمالك والترجي في قطر كان جمهور الزمالك كان حاضر آه بس ما كانش الاستاد مليان والمطش بتاع الرجاء والترجل الاستاد ما كانش مليان خالص مظبوط ففي التجارب كلها الاربع تجارب نسبية من فشلة وده اللي هيتقال في الكونفرنس بتاع ناجم التواري اللي هيتقال اه انا بس بختار الكلمات انت بتقولها اه اه ده هيتقال في الاجتماع اللي جاية في دي مشكلة هتا هينقشوها طيب مشكلة هينقشوها اه هل بقى ممكن يرجعه في القرار ممكن يرجعه في القرار بس عشان يرجعه في القرار لازم مكتب تنفيذي وقرب مكتب تنفيذي في الكاميرون في ابريل على هامش كسرهم للأفريقين المحليين مظبوط فهيبقى فاضل فترة قريبة هل هيختاروا القرار الاسهل ويودوا دورة ابطالة الكاميرون كده كده رايح المغلل لنفيش غيرها اللي قدمت الله اعلم بس حسب الاراء وحسب اللي انا شايفه انه ممكن يرجعه في القرار ويعرضوا الامر تاني على المكتب التنفيذي ونرجع تاني يذهبوا اياب للمطشين انما 50-50 50% كاميرون 50% ممكن نرجع مطشين تاني طيب احنا الاسبوع اللي فات وديناكم الكاميرون الاسبوع ده او الكلام دلوقتي 50-50 احنا بنقول الكلام اللي هيحصل بعد اسبوع يعني انت طبعا لسه الاجتماع يوم الخامس اللي جاي بس من الحال نوصل لكم المعلومة الحقيقة او بنشوف الكواليس ايه اللي هيتقاله ايه اللي حال لانه موضوع تسويقي اه لانه هيبقى نهائي دار الابطال فاقوى بطولة حصلت تاريخ دار الابطال افريقيا بزبوط وحضره تمانين متفاق يعني الحقيقة والمشهد ولا صعبة جدا جدا لانك عشان تنقل جماهير اه اه اين كان بقى الطرفين نهائي سواء مصر مصري مغربي مصري مغربي مصري مغربي في الحالتين انا في التلات حالات هيبقى فاقع في كل الحالات الموضوع صعبة جدا ازا اجتماع الخميس اللي جاي يعني اقصح دور للجماهير في الاتين هيبقى الفين متفرد ازا اجتماع الخميس اللي جاي الناس كلها منتظر الخميس يتم الاعلان عن الدولة اللي تتضيف في الحدث المتعلق بنهاية دور الابطال ونهاية كاس الكون فضرالية ولكن طبعا حسب الكلام اللي تقال دلوقتي خمسين خمسين ممكن تطلع عرابة تتكلم في فكرة نعيد النظر في هذا الامر فتستنى المكتب التنفيذي ممكن يتم التصويت فيتم الاختيار فالامر يوم الخميس بنسبة ونسبة مش قرار نهائي اه الاسبوع اللي فاته ونالخل الكواريس لكن طبعا نتعرفين كل يوم دايما بيكون في جديد ودايما في كواريس الاتحاد الافريقي اه بنحاول نوصل لكم المعلومات الحقيقية عندك المغرب بتلعب من جير جمهور في التأويد ده لغاية نهاية ابريل ده قرار تونس خلاص تونس خلاص لقاء مجير جمهور فانت بتتكلم على اه هل هتدي القرارات تدي المطشين للمغرب مثلا تم الالمغرب ت每 one couple green Bana War II اصلا فهتروح تلعب نهائي انت اصلا عندك قرار يعني انت مصر لما كنا بنلعب من غير جمهور كان بيفرض عليك تلعب جمهور غزبا عنك بعد هم بالدرات المندور التمانية والسمي فيني ... والفاينال ففق الاربعين الف فانت هل هتروح تلعب في منغير جمهور ومصر النهاردة قرر ات منغير جمهور وكمان انت لسه مش عارف اصلا سامي فينال واحد واتنين خمسة الوداد والاهل والرجاء والزملك. بالزبط. بالزبط. فانت عشان كده آآ اعتقد انه قرار غالبا مش هتحسن يوم الخميس. طبعا. لان آآ لسه الكلام كتير. لسه في اكتب من رأي. فاعتقد انه كله قرار مش هتحسن. طبعا. لسه في اكتب من رأي. لجنة الطوارئ فيها ستة. انت تتكلم في الرئيس احمد احمد. ثلاثة تنواب. نابل الاول كونستو عماري. النائب الثاني فاوزي لكجع. النائب الثالث من جنوب افريقيا داني جوردون. وبتكلم كمان. المهندس هانيا بوريدة عضو المكتب التنفيذي. في ايضا كمان فيه عضو مكتب تنفيذي اخر موجود في لجنة. لا فيه بقى. اللي هو عبد الرحمن بقى اللي هو. عبد الرحمن بقى. عبد الرحمن بقى. اه. لما كان مع عوز حج دلوقتي. ايا بالزبط. وفي اتنين عضو مكتب تنفيذي موجودين في هذا الاجتماع. فبالتالي اللجنة هتنعاقد بالفيجي كونفرنس. بتشوف الوضع الفترة الجاية. ولم الخمس في الاخر هنشوف النهاية هذا القرار وهذا الملف. عشان بعد لما نيجي الاسبوع اللي جاي. وتقال الكلام ده يبقى احنا الحمد لله سبقين بخطوة زي كل مرة. طيب. اه. بعد فوز الاهلة على سانداونز. وتحديد الفرق المتاهلة للسيم فاينال. شايف وضع الوطشات ازاي والمنافسة هتبقى ازاي. لا خلينا اقول الكلام لبكاري جسامة. بكاري جسامة. بكاري جسامة. لانه لانه الحال لا الحقيقة اللي فات. طيب. انا ما جيت عادت هنا كان جمهور الاهلي تقريبا اه ما بيعملش حاجة في حياته غير انه بيشتم بكاري جسامة. وازبوط. وانا قلت لك خد نيني الكلام ويعني زي ما انت عايز. وانا متفقين. انه بكاري جسامة هيعمل المباراة من اجمل مبارياته في في تاريخه. اه عشان اسمه وعشان العشرين حكم بتوع الفيفا وعشان هو الان وعشان وعشان الكاف كمان. برضو الكاف هو عنده ازامات كتير قوي. فهو مش نقص ازامات حكام. فبقت البطولة دور الابطال السناني دي تحت تعين كل اعضاء المكتب التنفيذي. الكل واقف على الوحدة. صح. انت تلعب تمن مباريات. مفهومش غلطة. ودي اول مرة تقريبا في طريق افريقيا. تمن مباريات تلعبه في في كوارتر فاينل. اربعة رايح واربعة جاي. اه. يعني اربعة زهاب واربعة عودة. مفيش غلطة. مفيش غلطة. حتى ضربة الجزاء التي حسبت على الرجاء. ضربة الجزاء صحيحة مية في المية. مزبوط. اه. يا بس تقدر تقول هدف للرجاء كان مزبوط وتحسب تسلم. ما شفتوش. يعني ما شفتوش. بس. 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 الحاجة اللي هي حكم فيها قوالان. انه الحكم في ده ووقت الضايع بتعمدش الوداد والنجم. صفر ديئتين قابل. وهو مدي ست دقايق وصفر ديئة الرابعة. ودي في النهاية بترجع الحاجة ممكن يكون. تقدريها الحاجة. اه. انما هل في حالات مؤسرة. جدلية. جدلية مفيش. لا لا. فهتيجي تقول لي ايه زي ما حد قال كده انه واحمد فاتح كانين فهترد. حقيقة ما هو في مباراة الاهل والهلال السوداني. وردوان جيد. واحد افضل حكام في في افريقيا دلوقتي. دي محطها بين قصين حاجة اسمها افتكاسات. اقمن هقول لك بس. هقول لك. اه. ايمن اشرف اتعامل عليه. فاول من الزاهير الايمن للهلال. فاول عشر دقايق. اه. والخد انظار. عند الخط. عند الخط. العيد ده عمل مع ايمن اشرف ومع تقريبا اه اجاييه. بعدها مفيش بدقايق. تلات فاولات في نفس الحتة بنفس العنف. ما اتراتش. ففيش حد خرج من الاهلي وقال لا ازهير الايمن لازم ابتردو لا. لانه دي في الاخر انت اترد او مش اترد دي حاجات تقديري للحكم. فما تيجي حد يقولك اصله احمد فتح اصل الجمهور الاهلي. شايف ان الحكم كويس عشان. لا طبعا. حكم كويس عشان حكم كويس. لانه قادر مباراة بعدل. قادر مباراة. تم هو. الجول بتاع 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 سانداونز. في شك انه اللعيب. انه كان في موقف تسلل. لانه القرى ما تلاعبد متلاعبتش اللعبتين. هي تلاعبت. وهو استفاد انه كان في موقف تسلل. فلما القرى رجعت هو كان في موقف تسلل. يعني ما رحتش ورجعت فغير موقف. لاH beh وفي بداية اللعبة الأولانية كانت تسلل، فاستفقد الموقع تسلل، بس ما حدش تقال، ما حدش تقال جول تسلل أولاني، الحاكم فعلاً كان كويس. حتى نادي صندودي نفسه ما ترطش. فالحقيقة، الحاكم كويس، مصطفى غربال في بورات الزمالك مع الترجل كان هايل، رادوان جيد هنا كان هايل، نادلة كان هايل، كل حكام الحقيقة، فالحياة الكاف، وكان في تطمينات من الكاف، من عضايا المكتب التنفيذي، وانسانة بوريدة للنادي الأهلي بأنه لا، مفيش مشاكل، الحكام مفيش مشاكل، يعني مفيش حاجة خالص هتحصل في الماتشاط، وطمنوا أن كل حاجة تحت عينينا، والحكام مترقبين كويس، وأنه مفيش أزمات. والحكام عايزين يعملوا اسم كمان للفترة الجالية؟ وأعتقد كمان أنه بالنسبة كبيرة ممكن يبقى في فار في سيمي فاينل، عشان يحلوا الزمات، أعتقد أنه يبقى في فار في سيمي فاينل، الاختراح أصلا متقدم في ورق رسمي، ومش هفاجئ الناس لو قلت لهم الكلام ده متقدم من يومين، لا، ده الكلام ده متقدم قبل انطلاق دوري المجموعات، وتقدم قبل سليمان أباري ما يسيب لجنة الحكام، إحقاقها للحق، هو كان ساعة الأزمة الكبيرة في لجنة الحكام، وبعد الأحداث الحاصل موضش النجم السحلي، الكاف اتخذ قرار، وأنه ما يكونش فيه حد من مكتب التنفيذي لإشرافه على اللجنة، فتم إبعاده، لكن قبل ما يتم إبعاده، الاختراح متقدم منه لتطبيق الفار في الدور نصف نائي، لكن كانت الفكرة في ملاعب تصلح، في ملاعب لا تصلح، لا، أعتقد كمان لأنه سيمي فاينل بقى دلوقتي بقى زمي وداد ضرب نار، لا، والملائب فيها رخصة، والمطشين صعبين، يعني سواء الرجاء والزمالك أو الوداد والأهل فعلا برات صعبة، مزبوط، فمحتاجة مرأبة ومحتاجة فار فعلا ومحتاجة حكام على أعلى مستوى، أعتقد كل ما المطشط بتقل، كل ما مستوى الحكام بيعلى وهيبقى، هتلاقي فيكتور جوميز، أعتقد أنه هيبقى المطشط بين الأربعة الكبار خلاص، فيكتور جوميز، اليوم نيانت، بكاري جسامة، بملاكة سيمة، هتتكلم في أربعة خمسة بنسبة على مستوى، هيتخل مع مصطفى غربان، هيتخل مع مصطفى غربان، هتتكلم في خمسة ستة بكتير، أعتقد أن المطشط هتلف عليهم، يعني اللي هيطلع من دور الأبطال هيروح على كونفدرالي، المطشط كونفدرالي أسهل، أسهل نسبيا لأن فيه نصف نهاية مغربي مغربي، وفيه نصف نهاية برامج الحرية كونكري، ممكن يكون في لجنة التواري دي كمان، إن شاء الله، لأنه كمان أستاذ القاهرة أو مركب محمد الخامس، الاتنين معامل رخصة، تطبق فيهم الظار، بس الرجاء بلعب على ملعب، والودات بلعب على ملعب، الاتنين في المركب محمد الخامس، أعتقد المطش هيبقى، أعتقد المطش هيبقى، واحد جمعة واحد سبت، المطشين هيبقى فيهم الظارة، زمال الجمعة أعتقد والأهل سبت، لا أجب أن أقول هم جمعة، لا أنا يعني ما، مش هتفرق كتير من جمعة، من سبت، أعتقد ما ناس بتزعل، إن شاء الله، طيب، لكن اللي احنا قلناه فكرة المعلومة، عارف أنت فكرة إيه؟ أنت دايماً السوشيال ميديا بتكلم على التاريخ، أو بتكلم على الإحساس، أو الأحداث السابقة، لكن المعلومة اللي بتقال في أحداث معينة، دي بتفرق أول في وضع المعيار ومضع التقييم بالنسبة لأي أحداث إفريقية، طبعاً، لأن بردو كان في حاجة غريبة أنه هو الحكم الوحيد اللي تعاين من فترة، يعني كل حكام دور التمانية تعاينوا بعد مبارات العودة، بكاري جسماً كان قبل مبارات الزهاب، يعني بكاري كان متحدد قبل ما نلعب إينا، المباراتشات الثانية كلها عرفناها حد واثنين بعد مباراتشات الزهاب ما تلعبت، فأعتقد إنه أدى مبارات جيدة، ويستحق الشكر على المتحاد الأفريقي بعد مكتبه التنفيذي، يستحق الشكر على أداء الحكام حتى الآن، الفيفا وشرافه على الحكام، لأن الحقيقة موضوع الحكام في الكاف كان مقساة، ولولا دخول الفيفا والعينها، نشكل اللجنة لاتحاد الدولي، أعتقد التحاد دولي يعني كان موضوع أصعب أبدا، أنا قلت لك وأتفكر لما تكلمنا عن موضوع اللجنة اللي اتغيرت للمرة الثالثة، جاب ساعتها مساعد حكم من رواندا أو وضعوا في لجنة حكام الاتحاد الدولي، جابوا نس للجنة، لا، ونقفل باب كمان، عشان نقفل باب كمان، نقفل باب كمان، موضوع سعيد النصري، ووعدة سعيد النصري، كلام الغريب اللي اتقل ده، لأنه كلام غريب عشان نقفله خالص، كش كلام ده، أهل سوشال ميديا، وموضوع منتهي، بطل أفريقي هيكون بمجهوده، وبلعبه، والفريق اللي يستحق هيكسب، الأربع فرق اللي وصلوا، هم اللي يستحق الوصول فعلا، أهل نجم استحالي قدموا براها كويسة، يعني أعطي الوداد يتعامل، الوداد تتعامل، وعلى فكرة الوداد نضع فرص كده في أخير براها، ولكن الأربع فرق اللي وصلوا، يستحقوا تماما، الوصول الزمالك، قلت جزية دي عشان دي مهمة جدا، اللي حتى للزملاء أنا في المغرب والجماهير بيتتبعنا، يعني عايز أولك جماهير المغربية بيتتابع قناة القلب، بالنسبة كبيرا، الحقيقة أنه، الوداد تأهل عن قدارة واستحقاق، الوداد تأهل عن قدارة واستحقاق، الأهل والزمالك نفس الأمر، الأربع فرق، استحقوا تماما، الزمالك دخل مرموها هدف أول أربع دقايق، وما تهزش وقدم مباراة تاكتيكية على مستوى عالي جدا قدام الترجي، والترجي، تقريبا ما وصلتش للجول الزمالك للمرة واحدة، الرجاء كان مقدم مباراة رائعة قدام زمبي في ملعب الرعب، والمشهد اللعيبة ما دخلتش قط اللبس، كان مشهد سخيف للكرة الأفريقية، والحقيقة ما نفعش، هتأهل لجلة انضباط على فكرة بسبب الأحداث دين، هتأهلت فيها قرارات، الرجاء قدام مباراة رائعة، الوداد قدام مباراة رائعة، ومحسن، واللعب ضيعه، ضيعه، فرص كثير قوي في آخر المباراة، الأهل تقلق، وكان ممكن يكسب في مباراة سنداونز، الحقيقة لأربع فرق، ورغم أنهم كانوا تواني المجموعات، وصلوا، والحياة ده بيودينا المشهد تاني، ان احنا دلوقتي، مبسوطين ان احنا نلعب مباراة العودة هنا، خلاص، مباراة دور التمانية، قالت انه يا جماعة، مفيش حاجة أسماء، خدوا بالكم، الأربع فرق اللي لعبت الأول على أرضها، خلصت بدري، خلصت وخلصت المشهد، كله راح وهو، عنده أسبقية، عنده أسبقية، ومتفوق، فناخد بالنا قوي، الأهلي والزمال، ياخد بالهم قوي، من فكرة الأسبقية، لا، فكرة تلعب بره أو تلعب جوه، الموضوع ده انتهى، خلاص، لازم تبقى رايح المباراة، وتلعب على نتيجة إيجابية، اللي بنقوله كل مرة، وانت بتلعب بره أرضك، لازم تحافظ على شباكك، وانت بتلعب جوه أرضك، لازم تحافظ على شباكك، الزيرو، الزيرو بتاعك يفضل زيرو، طول ما زيرو بتاعك هو زيرو، الحقيقة انتهى ماشي كويس، لما تلعب بره، لازم تسجل، الأهلي أنهى المباراة تماماً، لما أحرز الهدف بتاعه، لعبة سانداونز، تقريباً خرجوا من المباراة، ولولا الهدف اللي جاء كده ده، ما كانش، كان الأهلي كسب بفرق مستريح، كما أنه كان قدر يحقق نتيجة، تتعوض اللي حصل السنان اللي فاتت، ولكن، الخروق، الصعود هو أعتقد، رد اعتبار، ورد من لعبة الأهلي، زي ما قالوا بعد المباراة، هم ما استنوش كتير، ورجوا رد اعتبارهم تاني قدام سانداونز، طيب، الكلام اللي انت قلته في جزئية السوشيال ميديا، والإعلام بالنسبة للمحرارة الجاية، وإحنا داكننا على مباراة كبيرة، آه، لسه قدامنا حوالي خمسة واربعين يوم، على زي المباراة في دور القابل النهائي، لكن مهم جداً حتى نتكلم، الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا، خدوا بالكم كمان في كلام ممكن يعمل إصارة، آآ، ما تخلوش حد يوديكم في سكة، أصلاً مش حقيقية، آآ، عايزين نشوف قرنفال، ونشوف مباراة كبيرة، دربيات ما بين مصر والمغرب، أحداث هتتلاقي في شهر رمضان، فعايزين نتكلم كورة، عايزين نشوف كورة، بلاش حد يدي فرصة أن يقرر أحداث، في ظل كمان أن في ناس بتتكلم على فيديوهات حتى لو كانت من فترة بعيدة، كانت لأحداث معينة أو الأسباب معينة، ما لقاش علاقة بالأحداث الحالية، ما لقاء وجهة نظرين عايز أوصلك لفكرة، الوداد لحد ديئة 95 كان ممكن يطلع أسرع من البطولة، يعني النجم كان ضغط وكان ممكن يطلع من البطولة، فالحقيقة مفيش الوداد لم يصعد، يعني ما جابش مثلاً ما كسبش في المباراة بتاعته بدرب الجزاء، يعني ما كسبش مباراة النجم في الباراة الأولى بدرب الجزاء، مفيش لعيب من النجم الترد، مفيش في مبارااته حتى خلال دور المجموعات، الوداد نفسه كان ليه ضرب الجزاء على ملعبه قدام النجم؟ ما تحسب؟ فالحقيقة مفيش، مفيش، مش في حاملة الدفاع عنهم، بس الفكرة من احنا بس عايزين الناس تكون فهمة الدنيا ماشية ازاي، عشان محدش يكتب كلمتين، أو يزيع حاجة ويعمل بلبلة على الفضل، موسى محمد البطولة السنة دي بإذن الله ستذهب لمن يستحقها، بإذن الله إن شاء الله، العرق في الملعب هو الهد البطولة، مفيش أي عوامل خارجية، اللي كانوا بياخدوا العوامل الخارجية خرجوا كلهم، بالزبط كده، أحمد أحمد عوز جاب من الخارج، خرجوا، يعني خلاص، إحنا طول وقت بنقول المغرب وفوزي، وعلاقاته الحقيقة لأ، الفرقة المغربية تظلمت سنة اللي فاتت، يعني يعني، وبعدين نهائي كونفدرالية، النهد البركان تحسع عليه درب الجزاء من الفار، وخسر بيها البطولة، فالحقيقة إنه مفيش مجاملات خالص الفرقة المغربية، ولو كان في مجاملات كان النهد البركان اللي هو، اللي هو نادي فوز الأخشع كان الجامل، وكان خاد البطولة، فالحقيقة خلينا نندكس في الملعب، مباراة كورة، والحياة الأربع فرقة الكبيرة في مصر والمغرب، أهلي وزمالك مصر، وزي ما أقوله أهلي وزمالك المغرب، فرتين الكبار قوي هناك، وفرتين الكبار قوي هناك، الوداد والرجاء، هناك وهنا هم اللي هيلعبوا المطشين، فأعتقد إنه هيبقى صراع كروي رائع في الملعب، سيفوز من يستحق هنا أو هنا، واللي هيخد البطولة الأخيرة، نقول له مبروك، سواء كان الأهلي، الوداد، الرجاء، الزمالك، أياً كان الفريق اللي هيفوز من الأربعة، نقول له مبروك، لأن هيكون في النهاية يستحق إنه يكون بطل طبعاً، إحنا بنتمنى إن الأهلي يكون بطل، إن شاء الله، إن شاء الله هيكون بطل، ولكن اللي قدر الله لو ما أخدش البطولة، فأي حد تاني هيخدها هيبقى استحقها، طالما معيار العدلة متطبق في مصر بمسبة مية في المية، بالزبط، طيب، مطشل قاله سانداون، إيه اللي لفت انتباهك؟ مين نجم المباراة؟ إيه اللي شفته في المطش، حبيت ترصده في الفترة الأخيرة؟ هو أنا، يعني أنا قبل المباراة كنت عندي يقين إنه، وقلت برضي الكلام ده هنا، قلت أتمنى إنه يلعب بمتولي تالت، سواء تالت تحت أو تالت فوق، فلعب بمتولي تالت، والحياة، أنا مفكرك إحنا بنعمل فلاش باك على التلات الماضي، فالحياة إنه إنه، ريني فايلر بدأ يبقى، بيتعامل معابلات أفريقيا زي ما هو شايفها، وما بفيش الأخطاء بتاعة المباراة اللي هي ماتش بلاتينيوم، التساهل، واللي حصل في زنبابوي، والدربكة اللي حصلت ماتش الهلال، التعامل الجايد جدا جدا مع الجبهة اليسرى، للنادي الأهلي، وتغيير العالم على الأول بوجود أي من أشرف الغلق، الجبهة اليمنى الخطيرة جدا للهلال، مباراة سانداونز اللعبة بتالت، محمود متولي عشان العمق، وعشان تغطية الطرفين، ما شايف فيه تلاتة في الوسط لو، ده راح يغطي هنا، ده راح يبقاش العمق مفتوح، بدأ إيار المبارات تغييرات، نزول محمد هاني، ونزول أيمن أشرف في آخر ربع ساعة المباراة، وتجديد دم الأهلي، وصعود علي معلول قدام، الحقيقة، تعامل الأطراف وعمل عمق في وسط الملعب، تعامل رائع، تعامل جد جدا مع المباراة، والحقيقة ده بيدينا مؤشر أنه فيلر، بقى خلاص، يعني، حاجات كتير قوي، بيقدر يغير في التشكيل، والحال، إنه خلاص، إحنا نقفل، لأن ملف أفريقيا، أنت عندك خمسة وخمسين يوم، أو خمسين يوم، على أول مباراة، أنت عندك، تلعب على أقل في الدوري، عندك أربع مباراة، أربع مباراة، وبعدين خمسة، حوالي خمسة وتسعة مباراة، ممكن تنهي الدوري، وتخلصوا، قبل ما تروح تلعب مباراة سمي فاينال أصلا، لأنك لو، إن شاء الله، إن شاء الله، مشيت بالمعدل اللي أنت ماشي بيدا، بإذن الله، أعتقد أن أنت على الأسبوع الثلاثة وعشرين، تخلصت الدوري، زي الليفربول بالزبط، أو، فهتخلص بدري بدري، فأعتقد أنه فكرة أن أنت تخلص الدوري بدري، هتديك أريحية أن أنت تبدأ تجرب لعيبة اللي برة، وتركيزك كل بي على أفريقيا، وتبدأ تريح المجموعة اللي بتلعب، لأن أنت بكرة الأهل يضم تمنتاشر لعب لقايمة مبارات سموحة، وأنا مستقرر الحقيقة، ليه تمنتاشر؟ لأن أنت فيهم تلات حراس مرمى، فأنت الحقيقة كده هتلعب، هل أهل هتلعب ستة بس على الدكة؟ يعني موضوع، عادية القايمة ليتهم تمنتاشر فعلا، هو طبعا شريف إكرامي برا القايمة، محمود متواجد، لا، إحنا خلاص همه تمنتاشر، لو شلت التلات حراس مرمى، ما في حراس مرمى هتشال، فهيبقى سبعتاشر، حداشر وستة، أنت كده فيه ناقف لعب ناقص، هل أهل هيلعب بستة؟ على الدكة الله هو أعلى. أخد بالك عندك ياسر إبراهيم وقايم، دي جزئية، عندك علي معلوم محمود بتولي، الموضوع التقلصات العضلية، ومحتاجين راحة، شريف إكرامي خلاص دي حراسة المتالة، لم تتكلمت عن في ثلاثة ما خلاص، ويعذورني جهاز للنادي الأهلي، والجهاز للفنان للأهلي، لا تسبش كلام للإشعاعات، حد يطلع يقول لنا ما هو موقف رمضان صبحي من المشاركة، بس يعني رمضان هل هو لسه مصاب؟ يتقال إنه لسه مصاب، رمضان جاهز يتقال إنه جاهز، بس الجهاز الفني لسه مش عز يدفع بي دلوقتي، رمضان لسه يتقال، يعني نعرف لأنه كلام كتير أول، لأنه كان في تصراحات لجهاز طب النادي الأهلي، رمضان صبحي، هيبقى جاهز للمشاركة؟ صراحات رسمية؟ آآ تصراحات، لا مش على المواقع الرسمي، مش على المواقع الرسمي؟ لا مش على المواقع الرسمي، آآ كلام، طب تم تدقى ليش على المواقع؟ مش دفعنا عنهم والله، بس فكرة إن أنا في ملف الطب تقديداً للأسف، أنا للأسف، 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 آآ بعد الزمل على المواقع، بحريص إنه دايماً يسبق بالمعلوم، طب خلينا نكون واضحين، إيه هي التصريحات الحقيقية حول إصابة رمضان صحي؟ في المؤتمر الصحفي، أقول لك بقى التصريحات الرسمية، آآ قال الإصابة صعبة، ومعنديش معاد محدد أقدر أعلنه في مشاركة رمضان للفترة الجاية، وده التصريح اللي قابني عليه الفترة الجاية، أنا فكرة إيه؟ وده على فكرة العالم كله ماشي كده، يعني العالم كله في موضوع الإصابات تحديداً، يقول لك خلاص الموسم انتهى، يقول لك خلال فترة قريبة، لكن ما يقول لكش مدة بالزبط؟ لا، لا، أي إصابة لأي لعيب، بيديك أصله لدي إصابة، بيقول من كذا لكذا، يعني هو هو مش، بيحدد المدة؟ طبعا، يعني بره مثلا، لو لعيب تصاب بيقول لك خلال ثلاث شهور معايا؟ طبعا، طبعا، آآ، اسمه اللعب، لروسان هي، جاله رباط صليبي في فترة الإعداد، وخلاص رجح بيلعب، يعني آآ، بعد أنت تكلم بخمس ست شهور؟ آآ، يعني نتمنى أن احنا نعرف حاجة عن رمضان، لأنه أعتقد أنه إحنا محتاجينه في فترة اللي جاية قوي، لأنه لعيبة من لعيبة المهمة جداً في فترة سيمي فاينال للأهلي، بإذن الله، لكن فيه أنصر صعد، عرب بدر، أنا مخصوص جداً، 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 موجود في القائمة، أعتقد أنه وجود العرب بدر ده حاجة مبشرة جداً، أنه بدأ فايلر كمان يبص لل، ولو كان، يعني ليه لا، لو القائمة مش كاملة، لو كان ممكن يضم لعب كمان من اللعيفة الموليد 2000 أو 1999، يضمهم يبقى موجودين في القائمة، لو كان شايف أنه في حد فيهم يستحق أن يبقى موجود في القائمة، طيب، قبل ما أفل ملف سانداونز، مين لفت انتبهك؟ أو قلت عليه، لا، يعني عمل مباراة كبيرة؟ محمد شناول، محمد شناول، لا، محمد شناول محتاج نقعد نتكلم عليه كتير في ماتش سانداونز، ليه؟ أنت حارس مرمى في نفس الملعب ده، السنة اللي فاتت، رغم أنه كان نجمل بوراة على فكرة، يعني بوراة الموسم الماضي، الأهل يخسر خمسة، ومحمد شناول كان نجمل بوراة، يعني هو خمسة وهو شايل خمس ستة، إنما أنت حارس مرمى، شايل خمس أهداف، في المباراة زي دي، مباراة الناس كلها هجمتك، رغم أنه أنا واحد من ناسك شاف أنه هنجمل بوراة برضو، نفسيا محتاج حارس مرمى، ومحتاج لعب، عنده سباة فعالي، وعنده قدرة على أنه يقف على الأرض، مهمة جدا، فرحية أنا بحي محمد شناوي، يعني ممكن أنا قادة حي محمد شناوي، من هنا نهاية الموسم على المباراة دي، إن شاء الله، طبعا التطور المزهل في مستوى محمد شناوي ده قصة تانية، إنما المباراة دي بالتحديد، محمد شناوي عمل فيها كل حاجة، طبعا اللي مع محمد شناوي، اللي بعد محمد شناوي، أحمد فتحي، أحمد فتحي العيب عمل كل حاجة في الكورة، يعني أحمد فتحي لو قرر يبطل الكورة دلوقتي، فهو عمل كل حاجة في الكورة، لعب كاس عالم شباب وكاس عالم كبار، لعب دورة العاب أولمبية، بطل أمم أفريقيا شباب وكبار، بطل دوري بطل أفريقيا كونفيدرالية، بطل دوري بطل كاس، يعني نقعد نرس كده على احمد فتحي نقعد نقول كتير اوي. احمد فتحي بيلعب المباراة كأن دي اول مباراة ليه لما كان عنه سبعتشار سنة هو في الاسماعيل. بيقدي وكأنه لسه اول مباراة بيلعبها في حياته. فالحقيقة لازم نقول ان احمد فتحي من عناصر مش المهمة للاهلي او الاناصر مهمة لكل مصريف. وهنقعد وقت طويل اوي على ما نجيب لعيب زي احمد فتحي. فيه لعيبة كده مش نحس بقيمتها ان لما يعني عمر طويل لما ده حقيقي. روح النادي الان. يعني روح الكورة. يعني فعلا روح الكورة. بقي اللعيبة طبعا ياسر ابراهيم رامي ربيعة مش عايزين بقى نقول ان اخوة دول وما يزين اوي. انما رامي ربيعة ياسر ديانج عمر الصلاية باجي اربع الافريق اللي كان باجي وديانج واجايي وجيرالدو وحسين. وكمان حسين. يعني يا جماعة. تقدم حسين للافاركو? لأ حسين عشان لانه حسين بيتهاجم حقيقة بصورة مرعبة و. لا ده اتعمل استفتاء تخيل. الحقيقة مش يعني. لا هل تتخيل انت كسبان ومتقاهل وحسين نزل نفس تاكتك معين كان عايزه فيلر. ايا كان بقى فيه اه توفيق ما فيش توفيق دي جزئة تانية. لكن فكت انك تعمل استفتاء على اداة حسين الشحات. حسين من اول ما نزل والاهلي تم نقل من الحلال الدفاعية حل الهجمية. حسين كل اماكن اللي اخدها في المباركة صح. اه. كان موفق ابا ما كانش موفق دي حاجة تانية. دي خصة تانية. انما قدر ينقلك على الاقل من حالة الدفاع المرعبة. الفقر الفني نفزه. والخطر اللي احنا كنا ما 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 الاهلي متعرض له. قدر ينقلك لحالها هجمية. وما ننفعش. طول الوقت تبدأ تهاجم لعفة تبدأ تقضي عليه. يعني الحقيقة انه انه حسين من اللاعبة الاهلي محتاجها الفترة اللي جاية. ومحتاج ثقة ومحتاج انه وفكة يعني ضموا غدا ضموا الماتش بكرة هيا موفق جدا من فايلر. والقرار بص فيه لعيبة خارج التقييم. لانت فيه لعيبة اساسا انت متفق عليها. فانت هتقايمها بعد مستوى كويس. فدي عشان لو مش موفقة في مباراة واتنين تقايمها من تاني ما انت مش هستغل. اللعيب تبكورة كلها ليها وعليها. ووقات كتير دي ومستوها كويس ومستوى حش. فالحقيقة حسين ممكن يكون بمر مرحلة عدم توفيق ولكن هو لعيب كويس. وان شاء الله جاي وان شاء الله هيبقى ليه دور. اتمنى بقى من جمهور الاهلي. يعني انا واحد الناس كنت اتقايمات كتير بقى في الغلطة دي. في وقت تصرع ووقت المباراة بتبقى. تكتب على طول. بكتبقى اقول على طول. ولكن الحياة بلقت اترايا سمون ده شوية. لان انت محتاج دلوقت تحمي تحمي العيبة. يعني تحمي العيبة بتاعتك شوية. لان ده توقيت مهمة جدا. وتوقيت فاصل انت خلاص تلب بطولات ان تتلعب عليهم. داخل في مرحلة مهمة. دوري خلاص اه قربت منه جدا. ان شاء الله. ومحتاج تخلص عشان تتلبيه. ترايح بالي. ترايح الباقي. كاس مصر ان شاء الله. اتمنى ان احنا نحقق لانه غايب بقى له فترة كبيرة عن الاهلي. اه. ما بناخدوش باستمرار. كما تعودنا يعني. دورة الافريقية بقى لنا سبع سنين ما خدناهوش فاعتقد انه تلب بطولات مهمين. واتمنى ان فيلر يحقق السلسية التاريخية منه الجزيرة عملها اكتر ممرة. فيلر بقى في المستوى للفن والتاكتك اللي طبقه في هذه المباراة. انت بتكلم في التلات الماضي لما تكلمت على فكرة انت مشاركة محمود متولي الليعبي بشكل هجوم معين. كنت تتوقع. لكن فيلر في المباراة دي خلاص بقى انت يعني بتعتمد على فكرة ان في خلاص بقى مدرب خارج التقييم. او مدرب خارج فكرة اللي انت بلسه هتقول يصلح ولا لا يصلح انسجم ولا ما انسجمش. خلاص. انا انا مع فكرة كمان ان احنا خلاص بنتعامل مع فيلر بقى عند تلات بطولات اللي بيلعب فيهم. بنتعامل مع فيلر ان هو المدرب مشروع النادي الاهلي. اتمنى انه انه يبقى مشروع النادي الاهلي ريني وايلر. اه. انت المدرب صغير. اه جاي وعايز يعمل حاجة مع النادي الاهلي فاتمنى انه يجدد لو ما كانش يجدد يجدد موسمين او تلاتة. اه. لان لان مشروع النادي الاهلي فعلا فيلر بدأ يعمل مشروع النادي الاهلي. ومشروع النادي الاهلي محتاج سنين. عشان نبدأ نبني ونبدأ اللعيبة. لان انت عندك لعيبة كتير او صغيرة. محتاجة ان هي تلعب ومحتاجة ان هي تبقى موجودة. فاعتقد ان وجود فيلر وآآ فرص المشاركة الكتير للاعيبة الجديدة. اعتقد هيبقى حاجة مبشر للنادي الاهلي. مبشرها بالنسبة للنادي الاهلي في الفترة اللي جاية. طيب. آآ العامل النفسي. انت في بعض المشكلة ده بتقول محتاج فيها الثقة. محتاج فيها العامل النفسي تشتعل عليه بشكل كويس. المباراة دي مش مكسب وتأهل السمي فاينة فقط. لا انت كمان لقيت على حتة الثقة والعامل النفسي للفترة الجاية. اعتقد بقى في استقرار طبعا. استقرار مهم جدا. طبعا استقرار وفكرة كمان السفر بدري. آآ ريحت العيبة نفسيا. روحت من بدري. خط على الأجواء. آآ دقص الاكسوجين. تدريب الساعة ثلاثة الظهر كل يوم. انت راجع بمكسب راجع بانتصار. لعبة خلاص بدأت يعني تحس ان هي. لا ده الاهلي. احنا اللي حصل السن الفاته ده كان عارض. وانا قلت الكلام ده كتير قابل كده. انه مباراة الاهلي والسونداونز الخامسة لو تعادت مليون مرة تاني مش تتكرر. مش تتكرر. لانك فعلا انت المباراة دي كانت خارج التقييم. آآ انت بتخسر خمسة وتستحق ان تخسر خمسة واكتر. فده مش يحصل. يعني ده مش يحصل تاني مع الاهل. كرام. فاعتقد انه الاهلي لأ الاهلي اللعيبة اعتقد ان عندها استقرار نفسي. واعتقد برات بكرة مهمة جدا يا محمد. آآ محتاجين بكرة نحقق فوز لان مباراة بكرة. هتنقلك بقى ترجعك تاني. لأجواء المحليات تعدي مرحلة. ان انت خلاص افراح الفوز بقى والسعود والسقر من سانداونز والتفكير. في العودة لأجواء المحلية عشان تبدأ تبني على على الستاشر المباراة وتبدأ تكمل ارقامك القياسية. عشان ان شاء الله تنهي تنهي المسابقة بارقام كبيرة. العودة للمسابقات المحلية. وانا النهار دي قتب اتكلم على ماتش اسموحة. انت حتى لو عايز تتكلم وتبدأ آآ الخبر او تبدأ الموضوع. مش عارف تقول استعنف. ولا اختتم. ده حقيق. ايه. ايه. ده حقيق. انت شايف هزاي. فكرة انك تبقى راجع. امبارح الصبح. وانا مش عارف هم حسابها ازاي. يعني انا 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 كمواطن عادي انا مش عارف حسيم الزناتي حسابها ازاي. وهو بيحط ماتش الاهلي يوم الاربع. ويحط له ماتش تاني يوم السبت. الاربع. 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 وحط له ماتش السبت. واللعيبة تطلع السبت على معسكر. تسافر توجو. تلعب معسكر ستة وعشرين. وهن تلعب معسكر ستة وعشرين. وهن ترجع تلعب تاني بعدها بتلاتية. هم. الحقيقة وضع يعني صعبة جدا. على الاهل اللي كنت رحلت يوم. وخلي الاهلي لعبت تنين وعشرين. يعني يعني. بلاشت نقول ان الزمالك هيلعب الاربع. لانه لعب جمعة. فهيلعب قبلك بيوم. لا. عشانتش في الليطار ده. نلعب. يعني نلعب اه خميس حد. خميس حد زينا زي هم يعني. يعني زيك زي المنافس التقليدي بتاعك. ان ما انت ليه قررت? الاهل اللي عنده تسعة ساعات تيران. آآ لعب السبت. لعب السبت. يعني هو صاحب الزناتي قال انه المباراة. لو خارج مصر اربعة ايام. هم. فانت لعب الحد. فاتنين تلعب اربعة خميس. رجع تحدي اتنين تلاتة يلعب اربعة. صح? ولا انا بلطن? بزبوط. اه. بالعقل. بالورق والألم. بالورق والألم. اه. ما معرفش هل هل حسام الزناتي ما حسابهاش او النتيجة عنده كانت مقلوبة او هو كان معتقد ان الاهلي هيلعب سبت. ازا ما كان لعب سبت. اه رجع شو بحسابها ازاي بصباح. مش عارفوا حسابها ازاي الحقيقة. يعني انا وحتى ما فيش تبريد للموضوع. لا هيبرر. وهتسأل مش هتلاقي اجابة. عشان برضو نكون واضحين. بس برامدز لعب هنا. اه. يعني برامدز لعب الحد. اه وهيلعب بكرة. برامدز برضو مظلوم. برامدز لعب هنا الساعة ثلاثة. وهيلعب وهيلعب بكرة. بكرة ايه? بكرة الحد. ايه بكرة الاربعة. بكرة الاربعة. يعني اتنين تلاتة ولعب الاربعة. اه. انت امين واربين ساعة. هالوضع بس تلوصلك لحاجة. برامدز متأهل. لأ مهو احنا بس في النهاية ده امرهم. يعني انا. لأ انت بتتكلم على رولز. اه. ما بتتكلمش على. نوع اي اللي داخل الدي وخارج الدي. اهو اي بره اربعة ايام. وداخل مصر ايام. يبقى اتنين تلاتة اربعة. يلعب خميس. اه. يلعب الاربعة. تقدر تقول برامدز يلعب يوم الخميس في نفس توقيت مطش الاهل الخميس فهمتشن في القاهرة عشان الافار. عشان الافار. فممكن ما ينفعش تلعب اكتر. برامدز يلعب الاربعة مع الاهلي. اه. نفسي اليوم الاهلي. اه. اه. اه صح. اه.�لعب بكرة. اه. في الحقيقة الموضوع لمش فهم يعني مش فهم. انا بحاول ان اجابة. مش لاجابة. انا ما ما فيش اجابة. امنا ما فيش اجابة فعلا. يعني هو انت Akununتا برامدز المفروض تلات ايام فايبقى اتنين تلاتة اربعة يلعب خميس. الاهل اربعة ايام حد اتنين تلاتة اربعة يلعب خميس. ام. لده برامدز الحقه ولده واده الاهلي حقه والدي زبنك يعني. يوم الحد بليه. انت رجع الاتنين الصبح. انا وقت نظري. ان انت هتفضل تدفع تمن ان هم ماشوا قرار اقامة مبارات القمة في معادها. هيفضل طول الوقت. ماتش القمة ما اجلتوهش. انت طلبت ان تلاعب وتلعب. وتلعب? وانا ما طلبتش اجل على فكرة. ما طلبتش اجل. وصل البكرة مش طالبة اجل على فكرة. فهيبدأ بقى ايه? سهلك اعلان بنناقش مغزى القرار. لا هي الفكرة مش فكرة مش انت بتقول على معاد. قبل او هو قرعة الدولة بتتعمل اتقال انه اه المبارات الخارجية اربع ايام. مبارات داخلية تلات ايام. فانت خلاص. اه الرولز بتقول كده. فالاهلي لها بسبت يبقى حد اتنين تلاتة اربعة يلاب خميس. البرامنز لها بحد يبقى اتنين تلاتة اربعة يلاب خميس. الزمانك لعب جمعة يبقى سابتة اتنين تلاتة يلاب اربعة. طيب. النهاردة كان في الشهر. عشرة مارس. اه. خلال اتنين وسبعين ساعة المفروض الاتحاد هيعلن او درات المسابقات. هتعلن الجدول المتبقي. اه. من بعد نهاية الاجندة الدولية من واحد ابريل. اه. طيب. بعد اجندة المنتخب ما تخلص المفروض اول مباراة في الدورة لما ترجع اهل وزبالك. اه. المفروض المتحدد لها اتنين ابريل على ما اعتقد. اتنين ابريل. المفروض اه. اعتقد. هل تتوقع ان نمشي بنفس الجدول كده ولا اعتقد هتتأجل. برضو? اه. ليه? عندك معلومات? اعتقد ان هتتأجل لنهاية الموسم. لنهاية الموسم? اه. اجهب بقى لعبة المنتخب. ايه? ايه? اه. وهكون عندك احداث بعد وبراية تالي توجه. يعني هتبقى ما يعني. احداثة الاجندة الدولية ما تلغيتش? لا ما اعتقدش هتلغف افريقيا. الحد دي الحد علمي. انت عندك كاس اهم افريقيا محلين هتلغب كمان جونه اسبوعين. اه. اجندة الدولية تلغت في اه في اسيا. في اه بتبناء على طلب على فكرة الاتحادات نفسها. والاتحادات نفسها لو اتفقت تلعب هتلعب. اه. يعني هم نتتافهم عبعض. الفيفا ادى 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 مساحة لحد يوم الاتنين. اه. للاتحادات الاسيوية انه لو في اتنين اتفقوا يلعبوا في حتة يعني عايزين يلعبوا. يعني يلقوا بلكونة يلعبوا فيها فيروح يلعبوا. اه. يعني يلعبوا فيها. ملاقيتش البلكونة. اه. ملاقيتش اه. اه. خلاص. انما غير كده مفيش. انما اسيا لانه اصلا مشكلة في اسيا. اه. يا مشكلة في كوريا واليابان. شان اسيا. اه. يا مشكلة في اسيا. فهم هلعبوا برضو هلعبوا كرة ازاي. وبعدين الامارات اه اجلت كل الانشطة ومشاب دون جمهور. السعودة نفس الوضع. حتى طيران نفسه اه. فهلعب كرة ازاي. انا متشوق بس اشوف جدوة للدوري خلال 72 ساعة. وانا متشوق الله. لان انا عارف ان هيبقى فيه كلام كتير في شهر ابريل. وانا من الناس اللي بتتمنى ان الدوري نستغل شهر ابريل فاضي. مفيش بقى احداث افراقية ولا اجندة ولا حاجة. شهر ابريل لو تلعب فيه خمس اسابيع الدوري خلص. يعني اقول ستة. ستة اسابيع لو تلعب فيه ستة اسابيع. يبقى وصلت الاسبوع ستة وعشرين. خلال الدوري خلص. من اربعة وثلاثين بتتكلم بقى تمن اسابيع. هيبقى الدوري خلص. اه. وهيبقى بتتكلم بقى في شهر خمسة ممكن تلعب ماطشين بس ولا حاجة. اه. شهر ستة تلعب اربعة ماطشات يبقى كده تمام. دوري خلص خلاص. كده تمام. اه. يعني قدامهم. يعني انت المفروض هتروح. هتروح للتوقف. في الاسبوع تسعة عشر. اه. ترجع تلعب لحد الاسبوع ستة وعشرين. اه. خلاص. يعني. بتلعب في شهر خمسة ماطشين مسلا? اه بتلعب فمصة خمسة. خمسة ثلاثة. فماتشين تلاتة. لا ان عندك. ما هو واحد بتسعة انسى بتلاعب بينهم الحاجة. في اسبوع خلاص. اه. والاسبوع ده را واحد. بس عندك من تسعة ل تسعة وعشرين وعشرين يوم. نتلعب في ثلاثه ماطشات. تلعب في ثلاثه ماطشات. خلاص. خلص. خلص الدوري.assedوا استقتلعب في ستة خمس مطشات خلاص الدوري خلص. عشان الومبياء التوكيو والمنتخب الاول والمنتخب الومبي يعني شهر ابريل فرصة ذهبية. لنتنهي الدوري. انك تنهي الدوري بشكل علمي صح. اه اه. لانك لو شهر ابريل ما زبطتش فيها الساعة كويس على دوري. وتلو زقيت في كمان موتشين كاس. ممكن تخلص الكاس كمان بالمرة. مم. يعني ممكن تزوق موتشاتك. يعني دموا فرصة ذهبية في شهر ابريل. طبعا. طبعا. انا بس. انا انا بناور اللمبة لخضرة. خلال الساعات الجاية كل واحد يقول لك اصل اجل اصل الظروف اصل مش الظروف. لأ هو بص اي تأجيل. في الفترة اللي جاية دي الموسم هيبوز. لازم اعمل بس فكرة ايه? ان انا اصبق الحدث. خلي بالك هو فيه كمان ضغط انا شايف ضغط لحد يعني الساعتين اللي فاتوا تقول والاستيز الليل العطار خرج بتصريح ايه لانه مباراة الزمان كل اتحاد مش هتتأجل. عشان انه في اه احتمالات كبيرة لحوال الجوايات بقى سيئة في اسكندرية في الوقت ده. احنا ماتشة ازان كنت اتحاد يتأجل. فشايف ضغط كبير انه هيحصل. اما نشوف ماتشة ازان كنت اتحاد هتلاعب او هيتأجل حسب قرار الحكم. لان استاذ وليل العطار قال حسب قرار الحكم هو اللي هيحدد لماتشة هتلاعب ولا لا. اما تشوف يومها الاول. فنشوف يومها اللي هتبقى عاملة ازاي? اه. لانه اما كان عايزين القرار يصدر التأجيل دلوقتي. الاتحاد الكورية رفض او اللاجنة الخماسية او اللاجنة السابقة رفضت. اما نشوف الخميس اللي هيحصل. ايوا يا حريص عن ان الدوري انت هي بشكل سليم. بشكل مزبوط. ولو انت روح تلماتش يوميها وفيه امطار وفيه حاجة. والحكم شاب قرار ديت الملعب لها تصرح خلاص ده قرار الحكم. بالزبط. لكن تاخد قرار استباق بلاب يومين تلاتة ده مش لوجك خالص. طيب اه تعليقك على تنفيذ تقنية الفيديو السيستر الفي. الفي اي ار. الحقيقة النهاردة كنت شايف الكابتن حتى سعيد حمزة. اه. فرحان جدا انه هو يعني يجلي فرحان. يعني رايح على حاجة جبيلة يعني. ويعني الحقيقة لا حاجة كويسة طبعا. النهاردة النهاردة دربتين الجزاء اللي حصلوا في المباراة كان لاتنين آآ آآ الحكم راح كتير النهاردة على عكس مباراة الاولى. تمام. انبارح كان في حالة جدلية هدف احمد ياصر ريان كان فيه وعليه ناس قد التسلل. انا انا شايف المشتر المتسلل. اه. الناس كتير قالوا اللي لا ده تسلل في حيان. وكتعمل في الخط الازرق والخط الاحمر والرجل كانت سابقة في الخط الاحمر. فقال انه تسلل. وطبعا اه. فبس حالة كويسة وانها تمنى انها تكمل. ولكن الحيان هو انه عايز الحكامي يعني ما يحسونش انه هم. انه راح كاتب كتاب. يعني حاجة بسعيد حمزة النهار ده حسنه راح شاهد على كاتب كتاب يجري. وبعدين بياخدوا وقت طويل او على ما بياخدوا القرار. يعني النهار ده. بس بيحصل في الدور الانجليزي. بس كتير او. يعني اربع دقايق. فاربع دقايق. فاربع دقايق. واحنا اصلا ما بنلعفش. يعني يعني. يعني. واضح ان هو حد بيكلم من كابتن جمال الغندور. فهنا كابتن جمال نحسب ايه. فيقول لهم. فيرجعوا الحكام. الحكام ببسوطة ان فيه تكنولوجيا وانه بقوا موجودين زي الحكام موجودين في اوروبا. طبعا طبعا. حاجة حاجة تساعد. واعتقد ان احنا. ان فاكي لما قولت لك انه هيتطبق. انا مش بس اقول لك الحاجة. في بروتوكول الايفاب محدده. انا قلت لك ايه. انت قلت لها يتطبق. انا معاك. انت قلت لها يتطبق. وانا قلت لك مش هيتطبق. وفي حكام دولين كتير تروا وقال له مش هيتطبق. بس انت عندك بروتوكول ايفاب متحدد فيه المدة الزمنية وعدد ساعات اللاشي. والايفاب وافق. والغريب ان الايفاب وافق. انا مش اعلم ازاي. احنا السحرة اتعاوز. التجربة المصرية برضو. اه لا لا لا. ده انت غيرت البرتوكول. اه. يعني. اياخدوا تجربة دي كتن جمال واندوروا ينفزوها. اه. فالحيال. وعدد الحكام اللي خدوا الرخصة كمان. عادة كبير. اه. عادة كبير. ده ده عادة الحكام اللي واخدين رخصة الفار اكتر من عادة ده من الحكام. لعمل رخصة القيادة. اللي معهم عربيات. اه. بس. اه. في الفترة الحالية التطبيق ماشي بشكل كويس. اه طبعا. ده لا كويسين. ماشيين كويس. هايلين يعني. مفيش اي مشاكل فيه. مفيش اي مشاكل تطبيق. لا خلص مش محتاجة يعني. موضوع مش. لا. وكمان هي. هيغلق. بس انا بقى بقى لافت نظري حاجة مهمة جدا. اه. دربة الجزاء النهاردة اللي اتحسبت بتاعة اه. المقاولين اللي في شوط الاول. مم. مقاولينه الجيش. لو بصيت هتلاقي الحكم سعيد حمزة واقف في مكان رائع. مم. يوقف صح جدا. وشايف. الحكم دلوقتي بقى يستنى. يقول له. يعني ما يحسبش. ويشوفها يعني هروح للفارة اللي اكتب من توقيت. ممكن تحسب على فكرة. شايفها. يعني هو واقف. بس هي اللعبة يعني راحت لحارس المرمى وهيلعب ولا اللعبة خرجت في استقنف. لأ كرة جات في ايد لعب وكمله. هند بول. هند بول. وبعدين. هو يعني هو كان واقف في وضع عمودي على اللعبة وشايفها. مم. ممكن صفى درب الجزاء وبعدين الفار يقول له اه ولا لأ. لأ هو دلوقتي ما بيصفرش. والفار يقول له اه ولا لأ. وده تبقى مزعجة جدا لان الحكام عندنا هو الفار مساعد. مش هو الحكم. هيبدأوا يتعاملوا مع الفار عن انه هو الحكم. يعني انت اي لعبة فيها شك هيعديها. هو المفروض اي لعبة فيها شك يحسبها. اه. يعني هي اوزك العكس. العكس. اه. يعني كرة جول مسلا في شك في التسلل. فبيتسابت تسلل. ويجي جول وبعدين الفار يقول تسللها مش تسلل. يعني حامل راية مبيرفعش وخلاص. احنا لا حامل راية بيرفع. يعني اه خلاص. حامل راية استنى يشوف الفار. الحكم اه لو كرة درب الجزاء ما بيصفرش. يستنى من الفار يقول له درب الجزاء. يقول له شوف. فهنبدأ نعمل. هنعمل فار بتاعنا برضو. تجربة الفار بتاعتنا هتبقى زي ما هي حاجة مختلفة. انا انت ترعت نقطة مهمة جدا عشان برضو نشرحها الناس. لو زملاي في الاعداد دي يشوفوا حتى الكابتن جمال غندور كابتن ياسر عبد الرقوف. يدخل يشرح لنا بس الجزئية دي. لو في راكل الجزاء الحكم متأكد ان هي ضرب الجزاء. يحسب راكل الجزاء. ايه يحسب طبعا. ولا يستنى الفار. لا يحسب طبعا. يعني كابتن جمال غندور كابتن ياسر عبد الرقوف كابتن وجيه احمد اللجنة الفنية او لجنة الحكام لو عندها تفسير الجزء ده عشان برضو لو الملوم عندنا مش واضحة. هم يشرحان عشان برضو احنا كاعلام او حتى جماهير تبقى عارفة التقنية بتطبق ازاي في مثل هزي الحالات اللي بيبقى فيها الجدل شوية. طيب تنفيذ التقنية معناه ان احنا عنودع اخطاء التحكيم من نسبة مية في المية ولا برضو هيكون في بعض الاخطاء من نسبة معينة. لا طبعا ما فيه اخطاء طبعا. احنا نبالح من نتكلم على كورة احمد ياسر ريان فيها وعليها. لا اكيد اكيد الكلام مش هيبقى مش هيبقى العالم كله على فكرة. يعني مباراة ليفربول وكانت قدام الاخر مباراة ليفربول في الدوري جول كان فيه وعليه والناس كلها قالت الجول مش صحيح. والفار قال لقى الجول صحيح. فالحيئا انه. اللي هانت عدت اتنين واحد. اه ده اتنين واحد. الحيئة والكلام على. على الفار مش هينهي طبعا اخطأت. انا انا حضرت مؤتمر لكلينة. مسؤول التحكيم في الفيفا. اللي هو في نهاية مباريات الدور الاول في كاس العالم. هو بيتكلم على الفار. قال انه الفار مش هينهي مشاكل التحكيم. لانه في الاخر اللي بياخد القرار انسان. يعني. والانسان. والانسان بياخد قرار بقض يكون خطأ وقض يكون صحيح. ففي الاخر انت بتنهي تسعين في المنية من حالات الجدل التحكيمي. بس مش تقدر تنهي ما في المنحات الجدل التحكيمي. لانه في الاخر في اخطأ. يعني في الاخر هتلاقي في حكام بيخطئوه. بس هيبقى في الاخر. اه ما عندكش الهيسة بتاعت. المشاكل التحكمات الكبيرة. اه طبعا. يعني بتحصل في الدوري في الدوري مصري. طيب. ماتش لقلو اسموحة بكرة. تتوقع تشوف ماتش كبير كرة. والحالة البدنية والصفر والعودة. برضو اسموحة على فكرة بقالو فترة مفيش متشاط فمفيش اجندة رسمية. اعتقد مباراة عودة لسموحة. هتبقى الموضوع صعب عليها شوية. صعب عليها. مباراة الاهل هيبقى اللعيبة لانه اغلب اللعيبة اللي موجودة في القائمة هي اللعيبة اللي كانت موجودة في جنوب افريقيا. فمباراة تبقى اه برضو صعبة. اتمنى ان الاهل يقدر يحقق الفوز عشان يكمل مشواره في الدوري ويبدأ فكرة العودة اللي بين البطولتين دي لازم الفرقة تعرف تعملها كويس عشان ما ينشغلوش بالانتصارات الافريقية ويروح علينا الدوري وفكرة الانتصارات المتتالية اتمنى ان ربنا يكرم الاهل بكرة حق الفوز. اتمنى التوفيق طبعا لكل فلاة الدوري المصري. طيب الدوري الفترة الجاية اه تكلم في سموحة تكلم في امبي الانتاج اسوان. مدى اه المنافسة او مدى اهمية الفرقة اللي هتلعبها الفترة الجاية في المستويات. سموحة امبي الانتاج اسوان. انت ملعبش امبي اه دي اول مباراة المعجلة دور الاول دي اخر مباراة الدور الاول. انت الانتاج حققت فوز كبير عليها في الدور الاول اربع اهداف اعتقد او تلاتة. اسوان كسبت في اسوان خمسة فاعتقد انه انه الاهل لو فحلته ونجومه فحلته ما يحقق فوز بمنطقة البساطة. ولكن انت في الاخر الكرة مش مضمونة. انت ممكن تكون في فريق كبير جدا ودخل مباراة انت ده من تكسب ولكن الكرة تسعين ديها ما تدكش اللي انت عايزه. لكن اتمنى انه الاهل يقدر يحقق لتنشر نقطة عشان يدخل اه لفترة التوقف الدولي وهو نصيده ستين نقطة. يبقى رقم اتمنى ان احنا نوصله وندخل التوقف الدولي واحنا اه بقى الاهل قبق وسينا او ادنى من تحيط لقاء بطولة الدوري. فكرة خلق الدوافع الجديدة بمعنى انك تلعب دوري لا هزيمة. ده خلق دافع جديد انت بتخلق دوافع الجديدة جوال فرق. طبعا. طبعا. دوري لا هزيمة ودوري اكبر عدد النقط. انت اعتقد انه اكبر عدد النقط. حقق الاهل. حاجة وثمانين. ثمانية وثمانين نقطة. حققه. اه. وطبعا في دوري اه دوري الفين وارب beats 2005 مع ملاة وجزيه. كان كان سبعتاشر. كان اه اه اتنين وكان اثنين وعشرين فوز وتعادلين. اه. لانه كان تلاتشار فريق اعتقد. اه. كان اوربعتشار فريق الدوري. اه. تتكلم في المباريات اللي بدون خسارة. اه. اه. اه احقق اثنين وعشرين فوز وتعادلين. اه اه اعتقد ان ان انت لو حقق لو درت تتحقق تلاتين فوز السنة دي فهتوصل لتسعيال نقطة. و اه weak عبارات تانية تعادل 94 نقطة او لو حققت 32 فوج يعني لو وصلت كمان للميت نقطة يبقى رقم اسطوري اكيد اه هو طبعا صعب ولكن اتمنى انه الاهلي يقدر يحققوا ان انت في الاخر انت عدد اه عدد نقطة الدور المصري 100 واثنين نقطة فانت محتاج اه تحقق الفوج في 33 مباراة وتتعادل في مباراة عشان تاخد تاخد الميت نقطة اتمنى ان الفايلر يعملها ويحقق رقم لانا تكره في تاريخ كوري مصري اكيد طيب اه سياسة المدورة والروتيشن تتوقع ديمقراف مشهد في مطش الاهلي واسموها اكبار الغيابات هتخلي فيه عندك في الدفاع البس محمود متولي وياسر ابراهيم مش موجودين انت عندك بكرة الدفاع خلاص انت محمود واحد محمود وحيد ورامي وايمن اشرف وفتح اوهاني ده مؤكد ممكن تلاقي احد الباكات مساك اه لا مفيش مهون تقص انت موجود يعني خلاص رامي وايمن وايمن هلعبوا اه فتح اوهاني على الزهر الايمن ومحمود وحيد او علم علول مفيش انت علم علم علمش في القايمة علمش في القايمة محمود وحيد خلاص مؤكد اه في الوسط ممكن تريح صمعشور جنب السلية او يا ممكن حد من السلية او ديانجي رايح ممكن تتفاجئ بالعربي بدري موجود اه التلاتة اللي قدام يعني ايه ما فيهش يعني انت اه مجدي افشا ومعه وليد وحسين او معه الشيخ وحسين او معه يعني جرالدو بس اللي خرج جرالدو اه وقدام باجة او مروان وخلاص الموضوع خلصان يعني فانت حتى التغييرات يعني ما بسطتها احمد عز بسطها لكم اه لا اصلا انت بتكلم في في شيل خمستاشر لاعب هي لعب منهم عشرة عشرة فيهم اربع دفندرات شيل منهم اتنين فانت بتتكلم وشيل باك قالي تلاتة فانت عند وشيل يعني مين هيجيب لي جوهن ايه مين هيجيب لي جوهن ايه ربنا هيكرم ربنا هيكرم ان شاء الله ان شاء الله طيب اختم معاك الجزء اللي جاي واتكلم على المنتخب اه ليه ايه ده احنا هتغنيه على جندا والله انا مش اصدحيك على فكرة طيب الكابتن حسين بدري استدعى او فقر خلاص استدعى كورونا عشان يعجل المتشاط خد بالك احمد حسين كوكا رئيس النادي عنده كورونا انا بقول لك كاتر حسين استدعى كورونا عشان يعجل المتشاط استدعى كورونا هو يروح توجه في حالة كورونا في طب اه 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 طب اربع محترفين صلاح تريزيجيح جازي كوكا اه اه رأيه كيف استبعاد النني النني بيقدي افضل مستوى ليه من فترة طويلة عالي فقولك الحاجة بس ما رايش نازف المقاطعة يعني 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 نازف للمقاطعة والنني موجود استبعد النني. اه يعني. النني مش موجود. فالحية هو 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 اه الكلام اللي اتصرب من جهاز الفني. اه جهاز اللي اتصرب انه النني اشترط ان يلعب اساسيا. اساسيا? اه فانه عايز يتقال له ان انا هلعب اساسي. فلما قالوا لأ ما فيش حاجة اسمها ان حد يلعب اساسي قال لهم لا خلاص مش جاي. طب وهل النني ممكن يعمل حاجة زي كم? اعتقد لا. اصداده العيب محترف. طبعا. لقوا محمد النني من العيبة اللي انا اللي انا عارفهم كويس قوي. تمام. مستحيل. الشخصيته يعني. خالص. خالص. انا عارف محمد النني كويس قوي. ولكن انت ده معناه ان انت بتردخ للسوشيال ميديا. من بدري قوي. شوف ده لسه ما اقول لك ايه? اه لا لا. ان ان انت ان انت مستسلم. لان محمد النني من اهم اللي جات في المركز ده في مصر. هفضل اقول ده. محمد النني لازم تشوفه في الملحب عشان تعاف دوره. طيب. بناء على ايه? بناء على محمد النني يعني محمد النني لعب كل متخبة المصر مع كوبر. لعب كل متخبة المصر مع اجيري. محمد النني لعب اساسي المنتخبة المصر من 2011 من وقت ما تم تصعيده. اه? من منتخب كافتن دي و السيد. يا جامعة محمد النني بيلعب. ايه كانça بيلعب في ناية درجة تانية? لأ ايه كان. محمد كان بيلعب في الارسنل. ويلعب دلوقتي في احد اكبر اندية التركية. عركة محمد من اللعب المؤثرين ولعب اساسي في فرقته. محسحدة تابعين الدوري التركي؟ مش يمكن معندهمش اشتراك او عشان بيان ما بتزعش القناة العشان ما بتزعش فيه على فكرة فيه قناوات تركية بتزيع ممكن يعني باتنين جنيه هيجيب جهاز بس ويتفرج على الدوري التركي حياة استغراب لان محمد النيني من اللعيبة المؤثرة ومن اللعيبة اللي هتقل في منتخب مصر والحياة كمان يعني انت مصمم تخليه يعني لو الله بتكلمك على الاختيارات في التوقيت اولاً كابت حسان البدري هيبدأ معسكر يوم تلاتة عشرين تلاتة عشرين مارس هي اربعة عشرين هيسافر توجو عنده مارس عسف هيتجمع هيلعب هنا هيلعب هنا عنده تمرينة التانية هيلعب يوم ستة عشرين في الظروف دي المدرب اللي عنده حنكة وعنده قدرة على التفكير لازم يفكر في القوام الاساسي اللي بيلعب بقاله فترة زي يقولوا اللي تغلبه اللي تغلبه اه فحط طارق جنب النني وحط جنبهم تريزيجي وصلاح العب بالفرقة اللي هي خفزة نفسها تلعبش فيها كتير اللي هي تعديك المرحلة دي وتعديك الغرقة اللي انت فيها وبعدين بقى غار بعد كده في تكينة زي ما انت عايز ما ينفعش تيجي في مباراة مهمة زي مباراة توجو وهي فاصلة ومرحلية بالنسبة لك لانك عندك نقطة واحدة عندك نقطتين انا اسف نقطتين تعاطر مع كينيا وتعاطر مع جزر القوم انت في مركز التالت في المجموعة وعندك مشكلة كبيرة لازم تكسب الماتشين او تكسب الماتش وتعادل الماتش فحش في مرحلة دي تخاطر وتقرر تجرب وتلعب لعيبة جديدة جنب زي جنب بعضها زي ما عملت في ماتش اه كينيا فاللعيبة يبقعدوا لحد دقيقة خمسة وسبعين مش فاهمين حاجة والفرقة متخبطة انت مش هتلحق لا تجرد تاكتك ولا تجولت تحفظ اللعيبة حاجة فاللعيبة هتلعب باللعيبة اللي هي حفظها يعني العب باللعيبة اللي هي حفظها لحد ما تعدل المرحلة دي وبعدين لما يبقى عندك معسكر طويل ابدأ اغير وجرب وهاتلعيبة جديدة انما انت زي ما انت قلت اللعيبة يعني كابتن حسام البدري حاجة لطيفة جدا قالك الدور المصري لا يفرز لاعبين جايدين فما قرر يجرب او قرر يضم واحترفين ضم مين؟ ضم اربع لعيبة بس طبعي يعني انت ضم اربع لعيبة يعني انت هتلعب مع كده انت هتضم حوالي مثلا عشرين لعيب محلي لو اللي اربع لعيبة اللي انت جبتهم هلعبها السين وده مش حقيه سبعة محليين هتلعب سبعة محليين اه فانت عندك سبعة محليين سبعة مين؟ محمد شناوي مؤكد اكيد سر دباك جنب جنب حجازي حجازي هيبقى ممكن هيبقى رامي الربيعة او ممكن يبقى محمود علاء او ياسر ابراهيم او ياسر محمود علاء ياسر ابراهيم هيلعب باك زهير ايمن قد يكون احمد فتحي او محمد هاني زهير ايصر مش هينفع اخد علي معلول فممكن محمد عبد الشافي يرجع او يضم حد احمد ايمن منصور او محمد حمدي من بيراميدز ممكن وسط الملعب وسط الملعب خلاص طارق وهيلعب جنب السلية طب لو طارق والسلية مفيش مشكلة انه طالعبه كتير ملعبوش جنب بعض خالص لا السلية داخل منتخب ولعب جنب طارق قبل كده اللعبه ماتش في نيجيريا هناك ماتش ودي في نيجيريا وخلاص ملعبوش تاني فلما السلية تصابه خلاص ملعبوش تاني فالسلية وطالعي ملعبوش جنب بعض والحتة دي ما ينفعش اللعب فيها كتير قدام قدام خلاص حتة لقدام تريزيجي وصلاح وعبدالله وهيحط مروان او كوكا طب خلاص يعني يا جات عن نيني بص توليك على حاجة طبعا ما ينفعش اقول رأي الشخص بس انا باتكلم فكرة ان نيني تحديدا في المكان ده يعني الناس محسيتش بتأثير كبير لي وحتى مباراته في مصر مع كينيا لما نزل حصلت مشاكل كتير في نص الملعب فأكيد الكابتر حسام شايف وجهة نظره في الاختيار ان هو عايز شوف حد جديد عايز يدي دوافع جديدة عايز كمان نيني لو هو مش موجود في المعسكر ده يشتغل على نفسه شيء يبقى موجود بعد كده اشتغل على نفسه اكتر من كده ايه احمد المحمد بلعب اساسي هو احمد محمد كان يجب ان يتم اضمه ولكن هو احمد محمد ما نضمش عشان الاحداث سنتعرف في المكتنه هو ده عبلي كده يعني ربنا يعني ابوسنا تمنى ان المنتخب مصر ربنا يوفقه في برايتاي توجو ان شاء الله يقدر يحقق على العل 4 نوقات عشان ما يبقاش موقفنا صعب استعنى بصديق في موضوع الفار وقال لنا احد خبراي التحكيم يعني فكرة ان الحكم لو شاف ضرب الجزاء لا يحسب ضرب الجزاء طبعا وان الفار لو قال له لا مش ضرب الجزاء بيرجعه او بخلاص بقى مكمل لو ما حسبش ضرب الجزاء وهي ضرب الجزاء والموضش لها اشتغل وكمل حكم بيرجع الفار بيرجع الفار ممكن يرجع او ممكن لا اه على حسب هذا اللي انا بقوله لكن النهاردة بيقوله الحكم حسب ضرب الجزاء لا لا في الحالتين ما كانش مدي القرار لا لا في الحالتين الكرة مشت ده فيك كرة بتاعت تلاقي الجيش وصلت لدرجة انها راحت كورنر للمقاولين ناحية تانية. اه. وبعدين رجع اه اه حسب درب الجزاء. اه. في في الحالتين ما حسبش. اه. في الحالتين الفارل اللي رجعوه. الفارل اللي رجعوه. ده في حالة تالتة كمان ما حسبهاش كانت على برايم سلوح. تمام. يعني في ده حالة درب الجزاء تالتة ما حسبهاش. طيب. اخر سؤال معك اه. الفترة الجاية متفائل ان العمل في القرى المصرية ممكن اه. يكون في نتائج ملموسة. زي يعني. انتخابات اه قريبة قبل الاولمبيات ولا بعد الاولمبيات. الا اه. الدورة المصري شايفين في فار شايفين فيه كورة موحدة خلال فترة قريبة جدا. فانت رايح في اطار النقلاص بعض المعايير اللي انت عايزة في الدورة المصري هتبقى تنطبق. بص خلينا نكون بص انا من واحد من الناس اللي من طول اغلب الوقت عندي على يعني بعض تساؤلات اللاجنة الخماسية. ولكن نتفق او نختلف. هما نجحوا في ملفات. نجحوا في ملفات. ولم يوفقوا في ملفات. ملف الدوري الحقيقة مشين في كويس او. مشين في كويس او. بنسبة. يعني الفار قالوا ان هما يطبقوا في الدور التانية وطبقوه. كورة الموحدة خلاص هيبدأ يتلاعب بها الدوري. اه انتظام الجدول اه ماشي كويس. ممكن ممكن يكون لنا تساؤلات على وضع الجدول. ووضع المباريات بترتيبها. ولكن الجدول المنتظم. قرار اقامة مباريات الاهلي والزمالك ده قرار الحقيقة. ممتاز. صح. اه تطبيق العدالة على كل تطبيق القرارات. اعتقد انه انه لو كملنا الدوري واللجنة كملت الدوري بترتيب فاعتقد انها سفلت الطريق وايس اول اي حد جاي. الانتخابات قبل ولا بعد? توكيو. معلومتي بعد. بعد. طب هم عايزين يخليوها قبل? دا. طب ليه طبعا كلام ان اللجنة عايزة الانتخابات قبل دا. ولا كلام مش حقيقي. مش حقيقي. انتخابات من اتناشر من اتناشر تمانية. من بعد اتناشر تمانية. بس في حاجة مهمة جدا. اه. هل توكيو ممكن تتلافي معدها? ودي الازمة. اه سألت المهند الشريف العريان. قال اللجنة الولمبيات دولية ما فيش اي تصراحات بصول الامر دا. ولا. لا. وده مصبخ نفسه كمان. بس وانت عندك في ازمة مهمة جدا. انه في تصفيات لبعض لا لا ما تلعبتش. قال دا وقال متأجلة فترة معينة. ما هو بقى لس. مش نسبق الاحداث لسه. مش نسبق الاحداث. فهل لو الولمبيات نفسها اتأجلت لديسمبر كما يقال. وطبعا دا يبقى فيه خسار فادحة للعالم كله. واليابان طبعا. اكيد طبعا. ازمة كبيرة. هي الخسار من دلوقتي كمان. لو لو البطولة اتأجلت نفسها. اعتقد ان الانتخابات هتتعمل بدري. تعمل بدري. بس هو في قانون. يعني المشكلة ان فيه قانون. بس انت الليحة. اه. بتاعة الليحة النظام الاساسي. اتحاد الكرة. ماشي على القانون على فكرة. واي لا الانتخابات تتعمل في التوقيت دا. طيب. الناس هتنزل قوائم ولا فردية? معلومتي. اه. المهانسة انا بريد داخل لوحده. لوحده? اه. مش قايمة? بدون قايمة. مفاجأة? لا مش مفاجأة فين مفاجأة. كان طبيعا بينزل بقايمة? لا لا مش نازل بقايمة. او حتى اللي بينزل رئيس وشخصية معروفة لازم بيختار الشخصات. على حد معلومت انا. المهانسة نازل من غير قايمة. نازل من غير قايمة. على لو في حتى ينازل بقايمة قدامه او حاجة اللي هو على. بيرايح دماغه? اعتقد. مش بيرايح دماغه. اعتقد. بص. الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي. اه. طيب. نخلى للتلاتة الجاي. التلاتة الجاي ان شاء الله. ابو احمد بشكرك. نورتنه وشرفتنه بجد. رب ان انا اكيد لا في اللي جاي ان شاء الله يبقى حسن بازن الله. باشكرーレف اك Luigi of hungad. انا ان شاء الله ونالتقد التلاتة الجاي بازن الله. ان شاء الله. ان شاء الله ونشاو التلاتة الجاي بقى اه. في دولة هي اللي هتصطديف نهاية دور الابطول. الا هيبقى في مكتب تنفيذي. اها ان شاء الله يعني الخميس اقول له. هو كل خميس كده بقى. كل خميس ان شاء الله ان شاء الله. اكيد. باشكر يا ابو حمد وبالتوفية رب بالفترة اللي جاي أكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة لكن بعد الفاصل ما تروحوش بعيد لأن بعد الفاصل زميل العزيزة الأستاذ محمد الجندي وفقرة فنية عن مباراة سموحة والأحداث الفنية المتعلقة بمباراة الآلة في البطلات الإفريقية والدور العام مع أحد نجوم النادي الآلة السابقين في فترة التمانيميات كابتن حمادة مرزوء ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة